اشتركوا في القناة للهكر معرض لروابط مزيفة معرض لكل شيء فكل اللي عليك أباك تمسك تمسك ورقة وقلب تكتب مثلا فيها ايميل الهوتميل ايميل الياهو ايميل الجيميل ايش ما عندك ايميلات تكتب ارقامك السري تكتب الايميل تحت الرقم السري ايش يخص تكتب الاسئلة السرية والاجوبة حقتها الايميل البديل او ايميل الطواج لا تحط اي ايميل وهمي في اي موقع ان كان انت مسجل فيه لا تحط اي رقم جوال وهمي في اي موقع انت مسجل فيه خلي دايما جوالك الرسمي لا تخلي رائم حلي سوي لك ايميل لا تخلي صاحبك يسوي لك ايميل لا تخلي خويك يسوي لك ايميل لا تخلي اخوك يسوي لك ايميل انت تسوي الايميل لنفسك احفظ رقامك السري بتكلم بصفة عامة لا بخص في حساب قبل ولا غيره بالنسبة لتويتر بالنسبة للإستجرام بالنسبة للفيسبوك بالنسبة لأي برنامج طبعاً شغل الورقة والقلم هو أفضل طريقة عشان تكون محفوظة للأبد لكن فيه شغلة أحلى فيه برامج تحفظ لك الأشياء هذه فيه برنامج اسمه All Password فيه برنامج اسمه One Password يقسم لك هي بطريقة جداً جميلة اللي هو اسم الحسن مثلاً زي هذا البرنامج اللي أنا قلت لكم عليه اسمه All Password الآن هو مجان الوقت محدود يشمل الآيفون والآيبات البرنامج جداً جميل لما بتدخل بتلاقيه مقسم لك هي خانات الإيميلات حسابك بتويتر حسابات البنكية حط أرقامك السرية طبعاً ليش أنا أنصحكم ببرنامج زي هذا البرنامج أنصحكم فيه لأنه أحسن من نوتة الآيفون الآيفون مثلاً لو نقفل عليك أن تناسب بسورت حق الآيكلاود لكنك مسجلوا مثلاً لكن لو أنت مسجلوا في نفس البرنامج عادي جداً البرنامج يدعم الآيكلاود يعني نزل البرنامج على أي جوال الآيفون أو آيبات أدخل بحسابك العادي تدخل بحسابك العادي ووقتها تقدر تشوف كل بياناتك بمعنى آخر أو الزبدة أنه حتى لو تفرمت جوالك بعت جوالك اشتريت جوالك نزل البرنامج ووقتها بتلاقي بياناتك كلها محفوظة للأبد وأي تغيير بتغيره يعني غيرت البسورت خش غيره في البرنامج بيتغير أوتوماتيك البرنامج يدعم البصمة ويدعم قفله بكلمة سر في خانات جداً حلوة ترتيبه حلوه سهل جداً في الاستخدام طبعاً هذه الأشياء كانت من البداية المفروض من خلال دخولك عالم الإنترنت من البداية أنك تتخذ هذه الإجراءات لكن ما في مشكلة أرجع لحساباتك أمسك حساب حساب من حساباتك أمسك حسابك لتويتر أتأكد من الإيميل إنه الإيميل صح وإن الإيميل مفعل إنت ن SL تسجل في أي برنامج أو أي موقع لازم تفعل الإيميل كيف تفعل الإيميل؟ إنت مثلاً لما تسجل في تويتر بيجيك إيميل على نفس إيميلك التي تسجلت به رح أفتح الإيميل وتتجد أنه يقي رابط عشان تأكد إنه هذا الإيميل إيميل طبعاً تويتر مثال انتقيس عليه باقي المواقع كلها ارجع ادخل حسابك حقا لانستجرام اتأكد من الايميل اللي انت حاطه وتأكد من الرقم جوالك اللي انت حاطه اللي انت ناسيهم ارجع استرجعهم رتب اوراقك كاملة وسجل في البرنامج او سجل في ورقة خارجية او سجل في النوت الايفون ثاني الاهم من هذا كله اي رابط لا تضغط عليه قبل لا تتأكد ايش مسار الرابط يعني مثلا في روابط انتشر ادخل على الرابط وشوف مين يزور حساباتك في تويتر هذه كلها باين انه اصلا كذب وخدعة حتى لو الصفحة تشبه حسابك ادخل زيد متابعينك في الانستجرام ادخل زيد المشاهدات في السناب هذا كله كلام فاضي لا تحط حسابك اليوزر الباسورد في اي موقع كان قبل لا تتأكد اما انك تسجل بايميل وهمي تنسى الباسورد ما حيسترجع تسجل برقم جوال وهمي تنسى الايميل والفيلم هذا انسى حسابك سهل تحكيره ذلك اتمنى من الجميع انه ياخذ لو بنص كلامي وانت ان شاء الله امورك في السليم يعطيكم العافية وان شاء الله اكون افدتكم اليوم